اهلا بحضراتكم من جديد والحقيقة يعني انا فكرت في هذه الفقرة ان احنا نتكلم ونعبر عن ما يجيش في صدورنا خصوصا ان احد يعني كان بيتكلم معايا مبارع بيقول لي يعني هو عنده ابتلاء في بيعتقد ان هذا الابتلاء يعني عدم رضا من الله صحانه وتعالى و يعني الواحد احيانا يفكر ان الله صحانه وتعالى ممكن يعاقبنا بالابتلاء لما ربنا ابتلاك يبقى في تقديري انا يمكن عاوزك ترجع له عاوزك تدعيله ابتلاك عشان يطهرك علشان يرحمك ولما تصبر اجرك حيزيد ربنا ابتلاك عشان يقربك ويداوي احزان قلبك ويعوضك ده تصوري انا جخصيا لكن التصور العلمي والديني هنعرف حكمة الابتلاء وازاي الابتلاء بيمنحنا اجمل منحة من الله سبحانه وتعالى عشان نقرب منه عشان نديره وتلجأ له و يعني نسعد وتسعد قلوبنا برضاه ورحمته سبحانه وتعالى للحديث عن موضوع الابتلاء معنا فضيلة العالم الجليل سيد الدكتور ربيع جمعة الاساز بجامعة الازر الشريف وخطيب جامعة الازر ومعنا ايضا العالم الجليل الشيخ محمد السهاجي اهلا وسهلا بحضراتكم اهلا وسهلا دكتور عم ما عارفش انا اخترت صح ولا اخترت غلط ان انا عارف ربنا يا بارك في حضراتك ده موضوع جميل ده موضوع كلنا محتاجين له والله في كل وقت على بركة الله فلنبدأ بالشيخ السهاجي ثم نبدأ نناقش الموضوع مع حضر فضل فضل قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجدوا قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمور أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك يروي كل من يارد الله فضلتك هل هناك أحد في الحياة بلا ابتلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله خير من أعطي فشكر وخير من ابتلي فصبر اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين الحقيقة يا دكتور عمر هذا موضوع في منتهى الأهمية في كل زمان وفي كل مكان موضوع الابتلاء لأن الابتلاء زي ما حضرتك دلوقتي سألت ده مكون من مكونات الرزق يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الإنسان بيدي له كده جملة من الأرزاق المال والجمال والزوجة والأولاد والقوة والصحة وكذا من جملة الأرزاق الابتلاء كل واحد بقى بياخد الابتلاء بتاعه في حاجة معينة الدرس الفلسفي العميق اللي بيكمن تحت هذا السؤال بعته زول قرنين عليه السلام لأمه وهو بيموت حضرتك عارف نزول قرنين اللي ربنا ذكر لنا قصته في سورة الكهف طوف الشرق والغرب ومشارق الأرض ومغاربة وربنا اداله أسباب يوصل بها إلى المكان اللي الشمس بتشرق منه والمكان اللي بتغرب فيه إلى آخره لما جيه مدزو القرنين كان عنده أمه بس العيشة فحبي بيبعت لها رسالة يعزيها في وفاته بعيدا عنها فرح بعت لها رسالة قال لها يا أمه إن قدر الله أتاني فاصبري واحتسبي واصنعي على روحي طعاما ضخما ودعي إليه كل أهل المدينة بتاعتنا بس بشرط لا يحضر طعامك مبتلى وليلهم كده إن احنا مش عايزين حد مبتلى يحضر الطعام بتاعنا فهم زي القرنين مش فاهمة الدرس لسه ما وصلتهاش الرسالة فرح اتعمل طعام ضخم جدا جدا وليما ضخمة وبعتت منادي ينادي في الناس إن أمه زي القرنين صنعت طعاما فاحضروا طعامنا ولكن لا يحضر طعامنا مبتلى اللي عنده بلاء ما يجلناش اتفاجأت إن يوم الطعام لم يحضر أحد من الناس أبدا ففهمت الدرس إنك لست وحدك يا أمي في الابتلاء وإنما كل الناس مبتلى وكل واحد بيبتلى بشكل معين وفي حاجة من جملة الأرزاق اللي ربنا أعطاه له بس المهم جدا كيف نستقبل أقدار الله وابتلاءات الله عشان ننجح وما نخسرش الآخرة مع الدنيا وعلشان أخد الدرجة اللي أضمن بها إن الابتلاء ده رزق جميل جدا ربنا بعتهولي ونعمة من الله قد ينعم الله بالبلوة وإن عظمت ويبتل الله بعض القوم بالنعمة الله ربنا برك في حضرتك ومن يقيني عذاباً ربنا برك في حضرتك ربنا برك في حضرتك ربنا برك في حضرتك صار الكون خادمه وعاش في النور دنياه وأخراه طيب حال الابتلاء غضى من الله أهدى دكتور عمر مفهوم شائع عند كثير من الناس وهو غلط مئة بالمئة الابتلاء مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إنسان ببلاء معين في صحته أو ماله أو ولدها أو كذا بغضبان عليه وإلا غضبان على الأنبياء أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ويبتلى المرء على حسب دينه يبتلى المرء على حسب درجاته في الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة ابتلاك ليقربك أخدها بالمعنى ده أنا يمكن غفلت عن ربنا شوية بعدت عن ربنا شوية سهيت قصرت في جنب الله يوم يبعتلي كده أرصة ودن صغير يقول لي ارجع وكان سيدنا بن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وارضاه له حكمة جميلة جدا يقول من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل امتحان يا عم ربنا عايزك ربنا عايزك ترجع له عايزك تذكره عايزك تحمده يحب أن يسمع كلمة الحمد منك يبقى المعنى الشائع المفهوم عند كتير من الناس يا مسيادتك ذكرت وتفضلت إن ربنا بيبتليه بقى غضان عليه يبقى ما بيحبوش يبقى ما لهش قدر عند ربنا ده الكلام ده ربنا قاله لنا في القرآن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بعطاءات الدنيا يعني فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا يعني لأ يعني المعنى ده غلط يعني اللي انتو وصل لكم ومفاهمينه ده ليس صحيحا ويجي حديث برضو قدس جميل جدا في سطر كده يرسخ المعنى القرآن ده وعزتي وجلالي إني لا أكرم من أكرمت بكسرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها وإنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي يبقى المكرم الحقيقي اللي ربنا بيعرف به وبيدله عليه وبياخد بإيده نحيته يقربه البلاء قربة من الله سبحانه وتعالى لأنه بيكفر السيئات وبيرفع الدرجات وفيه حديث قدسي يا دكتور عمر بس هو مش حديث واحد بقى الإمام بن القيم رحمة الله عليه جمع جمل كده من أحاديث قدسية في أحاديث متفرقة يعني قضية بين الخالق والمخلوق منذ بدء الخالقة إلى قيم الساعة إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزقوا ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي بقضية طيب إزاي بتعملنا يا رب بقى من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن أراد رضايا أردت ما يريد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب من آثرني على سوايا آثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بمثلها ومن استغفرها غفرتها له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخزتي وعفوي سبق عقوبتي ألا وإني أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها الله الله طب يعني البعض يسأل إذا كان ربنا بيحبني تبليل يبتليني نعم ما هو الابتلاء دليل الحب الإنسان غافل عن الله بعيد عن الله فالابتلاء جملة من جمل الأشياء اللي بتساعد الإنسان على رفع الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى ولو كشف للإنسان لو كشف للإنسان إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيديلك الأحسن لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدينا حاجات إحنا مش فاهمين الحكمة فيها فأنا بتسخط وبغضب وقول ليه يا رب كده وليه عملت كذا يا رب وأفضل أدعي أنا عايز حاجة من ربنا أفضل أدعي ليه لنهار على الحاجة دي وأشرب زمزم وأدعي ومش عارف وأخلي الناس تدعيلي لو ربنا كشف لي الغيب بتاعه وورداني إن الحاجة دي بالنسبة لإيه سأرى غاية الضرر فيها فعشان كده فيه أدب بقى الطلب مع الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بنت متقدم لها واحد هتموت عشان تتزوجه لو ربنا كشف لها إن لو اتجاوستيه هيخليها تكره اليوم اللي خلقت فيه فيبقى تحمد ربنا إن ما تمش ده إنسان عايز يرتبط برضه عايز يسافر في سفرية معينة عايز يعمل مشروع معين لو لا أمنّا الله علينا منّ بعدم استجابة الدعاء يبقى يا جماعة في منّا في العطاء وفي منّا في المنع ومنّة المنع بتبقى أفضل من منّة العطاء لأن منّة العطاء أنت اللي طلبتها لكن منّة المنع ربنا اللي اخترها لك ودايما الخير فيما اختاره الله لو لا أمنّا الله علينا لخسف بنا لو كان حق أقلنا الأمنية وإدّالنا لإدّال قارون كان خسف بينا برضه زي ما خسف بيقارون ويكأنّه لا يفلحه الكافرون ودي خدها المعنى الجميلة اللي في الآيات دي خدوا الفيلسوف العظيم والإمام العظيم الروحاني سيد ابن عطاء الله السكندري صاغوا بقى في حكم الجميلة المركزة دي في جمع الجميلة جداً قال إيه؟ قال ربما أعطاك ربنا يعني فمنعك أنت بتطلب حاجات دهلك منع حاجات كتير ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك ولو فقهت عن الله فقه المنع وشوف المصطلح الجميل ده هو مصطلح حصر عند سيدة ابن عطاء الله رضي الله عنه وارضاه لو فقهت عن الله فقه المنع لعاد المنع عين العطاء قمة الروعة بقى في النظرية ده عنده تتجلل لما يقول إيه؟ يقول فالعطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان الله الله يبقى العطاء من الخلق حرمان لكن المنع من الله إحسان بل غاية الإحسان وطبعا صورة الكهف الحقيقة هي ممكن تقول طبعا يعني يمكن أكتر مشاهدها بتعبر تماما على التفضلت بي حضرتك طبعا لما سيدنا موسى ماشي مع الخضر وربنا قال له إيه شد الرحال إلى هذا الرجل في أقصى أطراف الأرض وتجشم في ذلك العناء عشان تتعلم منه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز عد شوية قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقين من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت شوف الأدب ما قال لش فإن نسينا مع أن القرآن قال نسي بس أدب المعلم المتعلم مع المعلم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي دعا غاية المنا فارتد على أثرهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا مش رسول زيك يا موسى ولا كلمة لا لا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم اللي دلنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة طارده ألمش من هنا إنك لن تستطيع معي صبر أهدبت لا أنا جايلك من آخر الدنيا وتجشمت عناء كبيرا ومشقة شديدة وإنت بتردين عن التعلم صبر سيدنا موسى وقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر شوية لا لا الرجل اللي جايله من آخر الدنيا ياخد معلوماته ده لا خرق سفينة لناس أكرموهم وأوهم بلا أجر وهيوصلهم لمكان شوية لا أعمل حاجة أبشع أتى الغلام أتى الغلام في عمر الظهور بلا زنب ولا جريات انتكبه شوية لا بيعمل جدار لناس عاملون بمنتهى القصوى والفزازة والجفوى فالأمور دي كلها طبعا تخفى على فهم موسى فده سر زي ما حضرتك تفضل لو علمتهم لغاية بلاخترته بالواقع بالضبط كده هو فضل الشخص وأجي ثم نحتتم بدعاء من فضلت الدكتور حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو وبالرضا والقضالي وفق الله حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو وبالرضا والقضالي وفق الله وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله فإذا بليت فإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا رب يا رب إذا سمحت لها دكتور عمر بس في دقيقة واحدة رسالة بقى موجزة إزاي نستقبل أقدر ربنا لما تنزل في دقيقة واحدة نستقبل قدر ربنا بالأدب والرضا علشان من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وافهم يا جماعة أن الحكمة في ده ربنا قال لنا كده إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ربنا عايز يصلح إيمانه ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم المرض ولو أصححته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي بعلمي وحكمتي إني عليم حكيم تاني حاجة بقى أعمل إيه أنا في بلاء أعمل إيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك وصفة قرآنية في جملة واحدة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبح أسبح أقول إيه قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة زنون زي ما سيدنا الحسن البصري قال ما قالها مؤمن في هم أو كرب سبع مرات إلا فرج الله كربه كائنا ما كان وكن من الساجدين اركع لله سبحانه وتعالى ركعتين سيدنا يونس هو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين مش خاص بالأنبياء وفي سورة الصفة رب قال فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبنا أجمعين اللهم يا ربنا لا تدع لنا ولا لأحد ممن يشاهدنا الآن زنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا بدته ولا مرضا إلا شفيته اللهم مش في مرضانا اللهم مش في مرضانا وارحم موتانا اللهم يا ربنا تولى أمرنا وكلنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم من أراد بنا خيرا فوافق لكل خير ومن أراد بأهلنا وبلادنا وديننا شرا وسوءا فرد كيده عنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ولا أذن تسمعك واحفظنا يا ربنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وبلادنا وأوطاننا بحق قولك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا بارك الله يحفظك دكتور عم وينفع بك دايما وشكرا الله يرضى عنكم الله يرضى عنكم شكرا لكم شكرا لكم